زارة وفدوم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد المجتمعات الريفية الخضراء ودع ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري WF12 العالمي المنعقد في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر تحت عنوان حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وأوضحت وزارة التخطيط أن الزيارة تأتي في إطار تسليط الدوء على المشروعات التي أحلت القرية للحصول على شهادة ترشيد باعتبارها نموذجا يحتدى به لقرى المشروع القومية حياة كريمة ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي